من قتل وهجر ملايين السوريين من أجل بقائه في الحكم لا يمكن أن يقدم أي تنازلات للدول العربية التي حاولت التطبيع معه وإعادة تدويره وطياس جل الجرائم في سوريا بضعة أشهر فقط مرت على المبادرة العربية للانفتاح على النظام السوري وبعدها صدرت أنباء عن تعثرها وربما انتهائها بسبب رفض النظام الإفاء بتعاهداته خلال قمة جدة خصوصا لجهة التعاطي الإيجابي مع مخاوف دول عربية من تهريب المخدرات من سوريا ومع الجهود التي تبذل من أجل تسوية سياسية في البلاد وكالة نوفوستيا الروسية للأنباء نقلت عن مصدر مطلع أن اللجنة الخاصة بجامعة الدول العربية المعنية بالملف السوري جمدت اتصالاتها مع ممثلي الحكومة السورية مبينة أن خطط الدعم المالي لسوريا وإعادة الإعمار تعرقلت بشكل كبير بسبب العقوبات الأمريكية حسب زعمها لكن مصادر أخرى رجحت أن تعثر مسار التطبيع ليس متعلقا بالضغوط الأمريكية وإنما بعدم استجابة نظام الأسد للمطالب العربية بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتأمين العودة الطوعية للاجئين وحماية المدنيين والسماح بوصول المساعدات من دون أي عوائق إلى كل المناطق ووضع حد لتهريب المخدرات إلى الأردن الوضع الميداني في سوريا كان له دور رئيس في التأثير على مسار تعويم الأسد حيث عادت التظاهرات للساحة السورية مرة أخرى ودخلت مناطق كان يظن الأسد أنها خاضعة له مثل السويداء فضلا عن الاحتقان الشعبي في دمشق ومناطق الساحل بسبب الجوع والانهيار الاقتصادي ويؤكد المراقبون أن أي مبادرة لتعويم الأسد سيكون مصيرها الفشل إذ لا يملك الأسد قرار نفسه وليس له سلطة فعلية في سوريا حتى يفاوض الدول العربية ويقدم لها تنازلات ترضيها ترجمة نانسي قنقر